وتنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريمة أبو حمدية ريمة نعد معك عند مجمل التصريحات الأمريكية الأخيرة ودللاتها نعم يعني الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة تصاعد تصعيد في اللهجة في التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين باتجاه النظراء الإسرائيليين فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غطاء غزة الهجوم على رفح ومقتل عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية على موظفي الإغاثة العاملين في المطبخ العالمي بعد هذه الحادثة زادت الإدارة الأمريكية من تصعيد لهجتها اتجاه الجانب الإسرائيلي وكان هناك مكالمة هاتفية وصفها البعض بالصعبة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إثرها قامت إسرائيل بالإعلان عن أنها ستقوم بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولكن حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تصر على الموقف الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار كما تسميها الإدارة الأمريكية هدى إنسانية تمتد لستة أسابيع هذه هي التصرحات التي كانت تخرج عن المسؤولين الأمريكيين في السابق تعود هذه الإدارة الأمريكية للحديث حول هذه الهدى الإنسانية ولكن من دون الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة مع التحذيرات التي توجهها للجانب الإسرائيلي من أنها ستقوم بتغيير نهجها إذا لم تتغير أو إذا لم تغير إسرائيل في نهجها فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في قطاع غزة لربما العقبة الأكبر أمام هذا التوتر وفي هذا التوتر الإسرائيلي الأمريكي الآن هو الهجوم على رفح وإمكانية قيام إسرائيل بعملية عسكرية داخل قطاع أو داخل رفح ما يعرض حياة مئة الألاف من الفلسطينيين للخطر كما ترى الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تقول أنه يجب أن يكون هناك خطة واضحة من قبل إسرائيل لضمان أن يكون المدنيون الفلسطينيون داخل رفح في أمان أو على الأقل تخفيف عدد الخسائر البشرية الممكنة داخل رفح وهو حتى هذه اللحظة على الأقل كما يرى بعض المراقبين ما لم يستمع إليه الجانب الإسرائيلي بكل الأحوال تصعيد في اللهجة من قبل واشنطن هذا التصعيد في اللهجة لم يرفق حتى هذه اللحظة بتهديدات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات كان هناك حديث من قبل بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي عن إمكانية ربط المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بشروط فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في قطاع غزة ولكن قبل قليل فقط طلب أو قدم عدد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يوبخ بين قوسين الرئيس الأمريكي على مطالبته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أي أن الخلاف الأمريكي بشأن التعامل مع إسرائيل يزداد بين الديمقراطيين والتقدميين والوسطيين في الجناح الديمقراطي الذي يطالب الإدارة الأمريكية بالضغط أكثر على إسرائيل وبربط المعونات العسكرية لإسرائيل بشروط من بين هذه الشروط ضمان سلامة المدنيين في قطاع غزة وبين السقور واشنطن من الجمهوريين الذين يرون أن دعم واشنطن لإسرائيل في المرحلة المقبلة يجب أن لا يتغير وأن لا يتغير أبدا